بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن حاجة اسمها علم القراءات وعلم الرسم المصحفي طبعا اتكلمنا في الحلقتين اللي فاتوا عن علم القراءات وعلم الرسم المصحفي وتكلمنا عن تاريخ كل واحد بينهم ان شاء الله رب العالمين النهاردة هنتكلم عن بعض الكتب اللي اتخصصت في المجالات دي من العلوم الشرعية وهنعرض بعض الكتب عليكم علشان تعرفوا كل علم ازاي بيتكتب فيه العلماء بعد دراستهم لتاريخ النقل المصحفي ونقل القراءات تلعوا بثلاث قواعد ثلاث قواعد علشان يحددوا ايه القراءة المقبولة اللي يفتكر معنا الحلقة الاولى اللي تنبهنا عليها وقلنا ان هي مهمة جدا 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 قلنا فيها ان كل علم من العلوم الشرعية بيمر بمرحلتين اسيتين مرحلة الرواية ومرحلة الدراية مرحلة الرواية اما نقل شفه واما تدوين ومرحلة الدراية اما شروح او تأصيل وتقعيد علم القراءات مش علم غريب عن هذا الموضوع بعد ما بدأ يتكتب فيه ويتشرح حطوله قواعد العلماء حطوا قواعد للقراءة المقبولة عبروا عن القواعد دي في بيتين شعر كده بسيطين علشان يبقى سهل الموضوع بالنسبة للي يحفظهم البيتين دول من قصيدة كتبها الإمام بن الجزري عن القراءات شيخ الإمام بن الجزري كتب قصيدة اسمها الشاطبية ذكر فيها الاختلافات ما بين السبع قراءات الأسيين وجل الإمام بن الجزري بعد منه زود الثلاث قراءات التانيين وعملهم في قصيدة تانية اسمها قصيدة طيبة النشر في طيبة النشر الإمام بن الجزري ذكر الثلاث قواعد اللي على أساسهم بيتحكم على صحة القراءة إذا كانت صحيحة ولا شاذة قال الإمام بن الجزري فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا فهو القرآن فهذه الثلاثة الأركان يبقى هو يتكلم عن ثلاث أركان الركن الأول أن تكون القراءة صحيحة لغويا صحيحة نحويا الوجه الثاني أن تكون القراءة موافقة للرسم المصحفي الشرط الثالث أن تكون القراءة صحيحة الإسناد معنى كده يا جماعة معنى كده أن في قراءات وإن كانت صحيحة لكنها لم توافق الرسم المصحفي فاعتبرناها قراءات شاز وفي روايات وإن كانت صحيحة لكنها لم يصح السند بها المتواتر إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبقى علم القراءات علم جمع أدق 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 أنواع القراءات غيره ممكن يكون صحيح لكننا نتكلم عن أصح الصحيح مما ورد من القراءات طيب العلماء بدأوا يجمعوا هذه القراءات ويأصلوها ويفصلوها وبدأوا يكتبوا كتب خاصة بهذا العلم من الكتب التي تكلمت عن هذا الموضوع معجم القراءات القرآنية معجم القراءات القرآنية يا جماعة كما هو وضح معكم هو إعداد الدكتور أحمد مختار عمر والدكتور عبد العال سالم مكرم الكتاب طريقة تدوينه سهلة جدا يذكر الرسم المصحفي ويذكر الاختلافات بإختلاف القراءات ويتكبر من القراءات التي بنسبت له هذه القراءات كما نرى كلمة الحمد لله ذكرها بالرسم المصحفي الحンド لله لكن ذكرها في عمود جهر القراءة قال قال الحمد لله. وقال ان دي قراءة الحسن البصري وزيد بن علي وحريث بن اسامة بن لأي. وابراهيم بن ابي عبلة. وبعدين رقم اثنين في القراءات الحمد لله. الحمد لله. وقال ان دي قراءة سفياني بن عيانة ورؤبة بن العجاج. وهرون بن عتك. وفي الصفحة اللي بعد كده بيقول القراءة الثالثة الحمد لله. وقال ان دي قراءة القارئ إبراهيم بن أبي عبلة طبعاً هو يذكر القراءات مش شرط الأربعة عشر قراءة هو يذكر القراءات عموماً حتى فيها قراءات شاز طبعاً قلنا إن القراءات الشازة دي اللي متوفرش فيها ركن من الأركان الثلاثة اللي احنا تكلمنا عليهم لهو موافقة الرأس المصحفي موافقة وجه من أوجه النحو وصحة السند بالتوتر من الكتب الجديدة كمان اللي تكلمت عن القراءات كتاب الشامل وكتاب الكامل المفصل والاتنين للدكتور الشيخ أحمد عيسى المعصراوي طبعاً زي ما احنا ما شايفين دلوقتي هو مصحف عادي خالص لكن بيذكر في كل لفظ في الهامش بيذكر إن هذا اللفظ بيقرأ في القراءات المختلفة قراءه فلان بالصورة الفلانية وفلان بالصورة الفلانية وفلان بالصورة الفلانية طبعاً هو ده خاص بالأربعة عشر القراءة الصحيحة فقط طبعاً كده تكلمنا عن بعض كتب القراءات أو علم القراءات اللي موجودة وسهل الواحد يشيريها دلوقتي أو حتى متاحة للتحميل على النت طيب ده بالنسبة لعلم القراءات طيب بالنسبة لعلوم الرسم المصحفي أول ما كتب الرسم المصحفي طبعاً زي ما تكلمنا المرة اللي فاتت إن هو كتب في عهد سيدنا عثمان بن عفان بحسب أمره لسيدنا زيد بن ثابت الأنصاري والرهط القراشيين اللي معاه لما أمرهم إن هما يكتبوا وينسخوا المصاحف الأولى التي كتبت في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويجمعوها في مصحف واحد شامل للقرآن كله مرتب وليس فيه أي زيادة غير القرآن وقلنا إن سيدنا عثمان أمرهم كمان إن هما يكتبوا عدة مصاحف من هذا المصحف ويرسلوها للأمصار اللي هي البلاد اللي فيها مراكز ثقافية سيدنا عثمان لم يكتفي إن هو يرسل المصحف إنما أرسل كمان معاه أحد الصحابة القراء ليقرأ على أهل هذا المصر يعني أهل البلد دي يقرأ لهم القرآن بحسب ما ورد في هذا المصحف لجنة كتابة المصحف اللي هي تكونت من سيدنا زيد بن ثابت والرهط القراشي أو ثلاثة أو أربعة من القراشيين كتبوا القرآن مجرد يعني إيه مجرد؟ يعني كتبوه من غير نقط كتبوه من غير همزات وسطى كتبوه من غير تشكيل كتبوه من غير الألف الوسطى في معظم الكلمات من أول الناس يا جماعة اللي تكلموا عن علم الرسم المصحفي كان الإمام يحيى بن يعمر كان تلميذ الإمام أبو الأسود الدؤلي اللي هو كان قارين وتلميذ الإمام علي بن أبي طالب يحيى بن يعمر توفي سنة التسعين هجرية ده بيباين لنا أن علم الرسم المصحفي يتكلموا فيه من أواخر القرن الأول من أشهر الكتب اللي اتكلمت عن علم الرسم المصحفي هو كتاب المقنع لأبي عمر الداني الإمام أبو عمر كتب كتابه مرتب بطريقة معينة اللي هي إيه؟ كتب القاعدة اللي على أساسها تم الاختلاف ما بين المصحف في الرسم وذكر الأمثلة على كل واحدة منهم يعني مثلا يقول لك أن مسألة حزف وإثبات الألف الوسطى فيذكر لك كل الكلمات اللي في القرآن بغض النظر هي ذكرت في أنهي سور ويقول لك أن الكلمة دي رسمت مثلا بالألف في المواضع الفلانية في سورة كذا وسورة كذا ورسمت من غير الألف في المواضع الفلانية في سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا جيبعد منه تلميذ ابن نجاح الأندلسي ذكر نفس الكلام ولكن مرتب على الصور المصحفي يعني يعني يمسك أول صورة مثلا سورة الفتحة ويتكلم عليها بترتيب الآيات الآية اللي فيها كلمة فيها اختلاف في الرسم المصحفي فيذكر هذه الكلمة ويذكر ان فيها اختلاف الرسم فيها مصحف كذا عن مصحف كذا والطريقتين دول يا جماعة هم الأساسيين اللي تكلم عليهم علم الرسم المصحفي أو تكتب على أساسهم علم الرسم المصحفي لفترة طويلة جدا من الزمن لحد ما ظهر مؤخرا كتاب اسمه معجم الرسم العثماني للدكتور بشير الحميري ذكر فيه الكلمات مرتبة بترتيب المعجم يعني يذكر الكلمة مرتبة بترتيب المعجم اذا كان فيها اختلاف في الرسم المصحفي فيقول ان هذه الكلمة فيها اختلاف ورسمت بطريقة فلانية في المصحف كذا وكذا وكذا ورسمت بطريقة فلانية في المصحف كذا وكذا وكذا والكتاب ده من الأهمية بمكان لانه اضاف كمان المخطوطات المكتشفة حديثا طبعا اللي يقرأ في علم الرسم المصحفي هيلاقي ان العلم ده مبني على ثلاث أسس رقم واحد المصحف التي كتبها الصحابة في عهد سيدنا عثمان رقم اثنين الروايات المتناقلة شفاهيا عما كان في هذه المصاحف رقم ثلاثة الكتب اللي كتبت سابقا عن الرسم المصحفي انا اتكلمت عن علم القراءات وعلم الرسم المصحفي لانها من العلوم المهضوم حقها ومش مفهومة عند كتير من المسلمين لكن لو هنتكلم عن علوم القرآن بصفة شملة هنذكر انواع كتير جدا ممكن نقرأ في كتاب البرهان للزركاشي او كتاب الاتقان في علوم القرآن لامام السيوطي أحبنا نتكلم عن علوم القرآن بصفة عامة هنليها تنقسم لست أقسام أول قسم يا جماعة هو ما يتعلق بالنزول كيفية النزول زمانا ومكانا وتكرارا وأسبابه وأول ما نزل وآخر ما نزل زمانا يعني نزل امتى هل صيف ولا شتا هل صبح ولا ليل مكانا يعني نزل فين هل نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم على الأرض ولا وقت مكان في السماء في المعراج وهو على الأرض كان في مكة ولا في المدينة كان في الحضر ولا كان في السفر حتى لو في المدينة كان وسط أصحابه ولا كان على فراشه كل الحاجات دي معروفة طيب بالنسبة للتكرار هل نزل مرة واحدة ولا نزل أكتر من مرة لأن في آيات وفي صور كاملة نزلت على نبي محمد صلى الله عليه وسلم أكتر من مرة ومن ضمنهم سورة الفتحة وبعدين مسألة أسباب النزول كل آية نزلت نزلت ليه ايه مناسبة نزولها طبعا المناسبة دي إما تكون قبل منها أو بعد منها يعني مثلا ويسألونك يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس يسألوه بعض الأسئلة فينزل الوحي بإجابة هذه الأسئلة فيبقى كده سبب النزول متقدم يعني حصلت الموقف أو حصل الحدث وبعدين نزلت الآيات وقد يكون أسباب النزول متأخرة يعني تنزل الآيات ولما يحصل حدثة توافق هذه الآيات يقول له يبقى الله عز وجل أنزل هذه الآيات في هذه المواقع طبعا آخر القسم فيها أول ما نزل وآخر ما نزل آخر ما نزل من الأحكام آخر ما نزل من العبادات آخر ما نزل من المراس ولا آخر ما نزل نهائي القسم الثاني من أقسام علوم القرآن هو المختص بالرواة سواء من الصحابة أو من التابعين أو من القراء أو من الأئمة القسم الثالث الخاص بطريقة الأداء يعني إمت مثلا الوقف والابتداء إمت نقف ونبدأ من الأول وجديد وإمت نقف ونرجع فترة كلمتين ثلاثة أربعة لحد ما يتم المعنى ونبدأ منها إيه الكلمات اللي تقرأ بالإيمالة أو تقرأ بالفتحة الصريحة أنواع المدود إمت بيكون المد بسيط أو مد مشبع أو مد واجب أو مد لازم والكلمات اللي يجوز فيها الإضغامة بين الأحرف كل ده متعلق بقسم الأداء القسم الرابع هو القسم المختص بالألفاظ يعني إيه الألفاظ يعني هل الكلمة دي غريبة في الاستخدام سواء على لسان العرب أو غريبة في الاستخدام المصحفي يعني ذكرت مرة مثلا ده كلمة وي كأن ذكرت مرتين في صورة القصص وما تذكرتش تاني في القرآن كله وبعض الكلمات ذكرت مرة واحدة وبعض الكلمات ذكرت ثلاث مرات فدي بتتقال عليها غريب القرآن وعندنا كلمات تانية بتكون مشتركة يعني إيه مشتركة يعني بيكون اللفظ الواحد له أكتر من معنى والقسم الثالث اللي هو إيه الكلمات اللي بتكون متردفة يعني ممكن يكون أكتر من كلمة بنفس المعنى أو المعاني قريبة القسم الخامس من أقسام علوم القرآن هو المختص بمعاني الكلمات طبعا معاني الكلمات هنا هننقسم لقسمين معاني كل كلمة منفردة يعني هذه الكلمة معناها إيه؟ أو معناها إيه بخصوص صياقها يبقى دك قسمين كل كلمة في ذاتها وكل كلمة في صياقها ده اللي بيتقال عليه بعد كده التفسير القسم السادس والأخير من أقسام علوم القرآن هو قسم الأحكام أو قسم ما يتعلق بالأحكام لو تكلمنا عن القسم السادس الذي هو قسم الأحكام يجب أن نتكلم عن العام والخاص والمجمل والمبين والمطلق والمقيد والظهر المؤول والمعمول به وغير المعمول به والناسخ والمنسوخ الكلام ده كله إن شاء الله هنعرضه بالتفصيل سواء في القرآن أو في السنة هنعرضه لحلقة خاصة بعلم أصول الفقه بكده تكلمنا بنظرة بانورامية شوية عن علوم القرآن وتكلمنا تخصيصا عن علم القرآت من الرسم المصحفي علشان فيه كثير جدا من المسلمين ما يعرفوش عنهم أي حاجة لو الحلقة أعجبتكم ياريت تعمل لايك في الفيديو وسبسكرايب القناة وياريت اللي عنده القدرة على دعم القناة القناة التبينة ماديا ياريت الرابط بتاع البتريون تحت في الوصف ياريت اللي يقدر يساعد اللي ما يقدرش ياريت يساعد في نشر الدعوة حتى ولو كان بالشير السلام عليكم